السابع من يوليو اليوم الذي ساقه الرئيس المخلوع لليمنيين كيوم الانتصارهم النهائي على نوازع التفكك والتشطير وظفرهم بحلمهم الكبير بوحدة هو ذات اليوم الذي تكشف عن أكبر ثلمة على جدار الوحدة الوطنية بانتصار صالح وحيدا على الحلم ذاته والشراكة الوطنية والوحدة يوم هزم فيه الجميع كل اليمنيين كانوا مهزومين إن لم يكن في هذا اليوم ففي الأيام التي تلته قادت انتصارات معسكر صالح على معسكر شريكه ونائبه في رئاسة الجمهورية حينها علي سالم البيض إلى اختلالات في العملية السياسية وإخلال خطير في توازنات القوة المجتمعية والسلطة في البلاد تبخرت أحلام اليمنيين بالدمقراطية والتعددية وفتحت أراضي المحافظات الجنوبية للنافذين وسرح الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية من وظائفهم المدنية والعسكرية عمدت الوحدة بقوة السلاح على الأرض لكنها أوجدت شرخا خطيرا في عمق الوحدة الوطنية وجرحا لم يسبق لليمنيين أن عاشوه من قبل كنتيجة حتمية لسياسة مبنية على المغالطة والرغبة بالفوز بكل شيء وتغريب منطق العنف والقوة أقصي الشركاء وحصر حكم ومستقبل اليمن في رأس الزعيم وحزبه الواحد لتتسع دائرة المعارضة وتتدحر جكرة الثلج ضد صالح بدءا من شرارة الحراك السلمي في رتفان ومرورا باندلاع ثورة فبراير يوم اجتمعت هتافات اليمنيين على وقع الأحلام المجهضة هتف الجميع ضد نظام صالح ناشدين اليمن الجديد يمن العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية كان بإمكان ثورة فبراير أن تمثل أهم محطات إصلاح مسار العملية السياسية وفي القلب منها القضية الجنوبية ليجبر الضرر وإعادة تثبيت مداميك الشراكة والعدالة في اليمن وهو ما حاول مؤتمر الحوار الوطني العمل عليه كان بإمكان ذلك أن يتحقق لو لا عودة صالح مرة أخرى تحالف صالح والحوثيين وانقلبوا على الشرعية وقطعوا الطريق أمام أي إصلاح للمسار عاد صالح برفقة الحوثيين لسلك ذات مسار صيف أربعة وتسعين غازيا لعدن وانتهى به المطاف قتيلا على يد حليفه في الجولة الأخيرة من الصراع على المغانم اليوم وفي الذكرى الخامسة والعشرين لحرب صيف أربعة وتسعين يكاد يجمع اليمنيون على أن ما حدث هو هزيمة لليمن أولا وأخيرا بغض النظر عن الملابسات التي كانت تحيط باللحظة تحل ذكرى السابع من يوليو وعدا ومناطق الجنوب تعيش منعطفا صعبا وتحديا كبيرا ففي حين يمثل الجنوب في قيادة الشرعية بمستوى عال تتعرض القضية الجنوبية لاستغلال للذهاب بها بعيدا عن النقطة الحقيقية التي يفترض أن ترسوا بها وإذا كان السابع من يوليو يوما للهزيمة اليمنية والحادي والعشرون من سبتمبر يوما للعار الوطني فلا يجوز أن يكون هناك يوم آخر لتكريس العار والهزيمة بحق هذا الشعب فهل يعي الجميع؟